السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النساء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطجب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيجا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله بل يقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصيجة يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أجهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيجة يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيجة توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث في الثلث من بعد وصيجة يوصى بها أودين يوصى بها أودين غير مزار وصيجة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله برسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله برسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين اشتركوا في القناة